شهدت مدينة رهط بالنقب حركة تجارية نشطة في الليلة الأولى من شهر رمضان الفضيل وخرج آلاف المواطنين لشراء ما يلزمهم من ناحية بضايا الحمد لله فضل من الله في بضايا من ناحية أسعار ممتازة جدا سوينا كل جهدنا قبل أشهر مش تحكي على قبل أسبوع أو أسبوعين هناك على أشهر يمكن أربعة أو خمس ستة أشهر أمننا حوالي يمكن 95% من المنتجات اللي بروهن خصة في شهر رمضان كبداية كل عام ونتو بخير رمضان كريم على الجميع طبعا الكل بلاحظ أنه فيه ارتفاع ملحوظ جدا أسعار غالية لكن المش عجيب في الموضوع أنه أغلبية بتتسوق من البلد وهذا الإشي اللي احنا شفناه واللي عجبنا وأنا من النوعية لنفس الحاجة التسويقه من البلد يعرف شهر الصيام بالتغير في أنماط الاستهلاك لدى العديد من السكان ويشهد ارتفاعا كبيرا لنفقات الأسر التي تقبل بشكل مكثف على المحلات التجارية المختلفة شهر رمضان المبارك هو أصلا شهر التكافر الاجتماعي الذي نبغي فيه أن نتذكر الفقراء والمساكين والعائلات المتعففة وهم بأمس الحاجة في رمضان وفي غير رمضان لكن لعلى لفتة إنسانية في رمضان نتذكر عندما نجوع في أيام الصيام كيف بمن يجوع طوال السنة وكيف من ينتظر إلى لقبة العيش وإلى الدخل الميسوري البسيط يعني عيون مترقبة يشكل شهر رمضان مناسبة للتقرب إلى الله وفعل الخير بالنسبة للمسلمين حيث تنشط العديد من منظمات المجتمع المدني التي تدعم العائلات المتعففة فيما يتسابق المواطنون لفعل الخير ومد يد للعون في هذا الشهر المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر